بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل برضو بعض المسائل على عمليات الاحتراق وهنا بناخد مثال إيسان المركب الكيميائي والسي 2H6 إيس برنيد ويس دراي إير كونتينز خمسة مول أوتو فور إيتش مول كالكوليت زي بزين تشوف إكسز إير عايز نسبة تلواء الإير فيه راشو لو تفتكر إحنا الليستيوكيومتريك إكوشن بنعملها إزاي زي ما قلت الاستيوكيومتريك إكوشن أو المعادلة النظرية بيكون الناتج CO و H2O و نايتروجين فبكتب المعادلة النظرية زي ما إحنا شفنا وإحنا شفنا إزاي بنستنتج هذه الأرقام زي ما إحنا شوف مثلا نحط هنا رموز وبنستنتج الروم فدي المعادلة الاحتراق النظرية هو هنا بيقول لي إيه لما أنا بصيت لمعادلة الاحتراق النظرية لقيت إن أنا محتاج ثلاثة ونص مول لكن هو بيقول لي إيه خمسة مول يبقى الكمباشن إكوشن هتبقى C2H6 خمسة مول أنا طبعا برضو بنفس الطريقة بحط رموز هنا واستنتج هذه الرموز وقارن يعني بحط مثلا هنا A B D E وبطلع قيم A والB والD والA بس هنا عشان ما نقررش إحنا قررناها بلي كده كتير فكتبنا لك المعادلة إنها إيه على طول يبقى أنت هنا طلعت المعادلة الحقيقية اللي موجودة عندك طيب السؤال هنا أنا هنا ضفت للمعادلة أوتو ليه لأنه أنا الاحتراق النظري كان محتاج تلاتة ونصف مول لكن أنا بقى بحرق في حدود خمسة مول يبقى يتوقع إن فيه أكسجين يطلع وحسبنا وحسبنا نتبطه بنفس الطريقة اللي حسبناها قبل كده بضع رموز هنا A B E وطلع هذه القيم اللي موجودة عندنا طلعت هذه القيم هو طالب مني سهل جدا أنا عندي خمسة على تلاتة ونصف مية زي ما هنشوف سهل جدا يبقى خمسة ناقص تلاتة ونصف على تلاتة ونصف طلعت نسبة الهقوة زيادة اتنين واربعين بوينت ناين سهلة جدا زي ما احنا شوفنا طالب مني A F بجيب بنفس الطريقة ودي ممكن حبينا نوريك طريقة تانية إنه أنا عندي الأكسجين خمسة مول طيب وزن الجوز الأكسجين كان بثنين وثلاثين طب نسبة الأكسجين في الهواء كام قلنا تلاتة وعشرين بوينت تلاتة يبقى ما جيبها هضرب في ألف على مية ليه لأن احنا بنقول نسبة الأكسجين في الهواء اتنين تلاتة بوينت تلاتة والنيتروجين هيبقى اللي هي سبعة ستة وسبعين بوينت سابن لو جمعت الاتنين دولوا على بعض يطلع تقريباً المية في المية اللي هو فأنا عندي النسبة بقيسبة تلاتة وعشرين بوينت تلاتة يبقى بجيبها بدرب خمسة في اتنين وتلاتين في ألف الألف جات منين لأن بقسب على اتنين وتلاتين بوينت تلاتة في المية تطلع تضرب فوق في ألف على الوزن الجزئي اللي الوقود عندي أنا عندي الوزن الجزئي للوقود stein 2 يبقى اتنين في الآتنين في اتناشر زائد ستة في واحد هييديني هذا الرقم بالمناسبة احنا ممكن نحسبها بنفس الطريق حسبنا المرفات كAIR انا عندي الAIR هنا 5 مول في 4.76 في 29 على هيطلع نفس الكلام اللي موجود عندنا يعني الاختلاف مش هيكون كبير في الناتج الناتج يبقى دي طريقة تانية ان انا رحسب الناتج طالما عارف عدد زرات او عدد الملاب بتاعة الاكسجين اعتقد انه مثل هذا الجزء اصبح واضح وكلير بالنسبة لنا واحنا اللي همنا منه كبيئة هي نسب التلوث الموجودة في نواتج الاحتراق والتي على اساسها بحدد اذا كان هذا التفاعل هيكون امن بالنسبة للبيئة ولا لا تبقى للAIR Quality Index وبنشكركم وارقاكم ان شاء الله في موضوع قادم باذن الله